وللوقوف عند أبرز مضامين الخطاب الملكي يسعدني أن أصدف مباشرة في الأستوديو الأستاذ محمد بن حمو الرئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية عذرا أستاذ مرحبا بك أولا أهلا وسهلا يعني الخطاب الملكي يشدد على ضرورة صيانة كرامة المواطن وتحسين أوضاعه سواء كان في الداخل أو خارج المملكة فعلا الخطاب هو قوي في هذا الجانب لأنه أكد كل ما هو حاضر الآن وبقوة في المغرب وهو العمل من أجل ضمان وصيانة كرامة المواطن وهذا الجانب سواء فيما رتبطه بالتنمية الجماعية والاقتصادية والتوجه في هذا الجانب إلى أدق نقطة في التركيبة الاجتماعية إلى الضوار وإلى كل المناطق سواء في الريف أو في الأطلس أو في المناطق الصحراوية والجفة أو في الوحات فبالتالي صيانة كرامة المواطن من خلال استفادته من التنمية التي يعرفها البلد وكذلك صيانة كرامة وحقوق المواطنين المهاجرين وهناك تشخيص دقيق لهذه الحالة ورد في الخطاب الملكي وكذلك حلول وتوجيهات لما يمكن القيام به من أجل ضمان حقوق وصيانة كرامة هؤلاء المواطنين في الداخل والخارج طيب أستاذ بن حموي محور بارز في الخطاب الملكي تمثل في إشارة الملك إلى مختلف التحديات ومحاولة زعزعة الأمن الروحي والعقائدي للمغرب فعلا الأمن العقائدي في المغرب كما هو شأن في مجموعة المنطقة يتعرض لاتهديدات عدة وهناك توابط بالنسبة للأمة المغربية وهي القيم التي نشأ فيها المواطن والمجتمع المغربي وهي قيم التسامح وقيم كذلك الاعتدال والمذهب المالكي ونحن نلاحظ بأن هناك العديد من التهديدات التي تأتي من خارج المغرب ومن العديد من الأطراف والتي تستهدف المواطن المغربي في أمنه الروحي وبالتالي هناك من صرف جلالة الملك تأكيد على أن يكون هناك تحصين الأمن الروحي للمغاربة وخاصة أن يتمسك المغاربة بمذهبهم المالكي وبالقيم التي احتفظ عليها السلف والتي دافع من أجلها الأجداد حتى تميز المغرب بطابع الاعتدال وتميز كذلك المغرب بطابع المجتمع المنفتح هي كذلك في نفس التوجه أنه رفض لكل الأفكار التي تدعو إلى التفرق بين المغاربة طيب يعني الملك محمد السادس تطرق أيضا أستاذ بن حمو في خطابه الملكي إلى ضرورة الإصلاح الجوهري للتعليم والذي بات يشكل مفتاح الارتقاء الاجتماعي أيضا فعلا لأن هناك هذه نقطة هامة جدا وهي نقطة محورية كذلك لأنها تبني المستقبل ونحن نعلم وورد في الخطاب الملكي بأنه لا ينبغي الخروج من إصلاح الإصلاح والدخول في استراتيجية حقيقية لتغيير المنظومة التربوية والمنظومة التعليمية في المغرب وكذلك الارتقاء بالمدرسة المغربية إلى مستوى يجعلها تكون مفتاح النجاح ومفتاح الارتقاء كذلك الاجتماعي كما أن هناك انفتاح كبير على عالم التكوين المهني وضرورة كذلك الاستفادة من هذا الجانب والخروج بالنسبة لبعض المواطنين مما يمكن اعتباره حاجز البكالوريا الذي يعتبر عقب في الحياة فيما بعد وبالتالي استراتيجية حقيقية لخلق مدرسة مغربية بمميزات وتميز المجتمع المغربي وكذلك بخصوصيات مغربية ولكنها منفتحة على العصر منفتحة على العالم منفتحة على اللغات نعم طيب فيما يتعلق بالقضية الوطنية أشار الملك أيضا إلى أن المغرب لا يمكن أن يخضع لأي نوع من المساومة فعلا هو استمرار كذلك للطابع الذي عهدناه مع جلالة الملك خلال الفترة الأخيرة وهو طابع الصرامة وكذلك الوضوح في المواقف المغرب الذي يعني عبر عن مواقفه الواضحة والصارم كذلك في التعامل مع قضيته الوطنية كل أطراف التي تتدبذب أو التي تحاول أن تساوم أو التي تحاول أن تبتز أو أن تحاول أن تستغل يعني هذا الموقف فهناك تأكيد على الاستمرار في الصرامة ولكن في نفس الوقت بروح المسؤولية وبالتضامن وهذا أمر يؤكد بأن المغرب الواتق بحقوقه والمدافع عن حقوقه في وحدته الترابية هو الآن يستمر في نفس النهج بمعنى أنه منفتح على العالم ولكن في نفس الوقت لا مجال ولا قبول بأي مساومة وهو نفس كذلك في نفس الاتجاه الذي جاء في كل ما يمكن أن يمسى كذلك المؤسسات أو يمسى كرامة المواطن المغربي طيب يعني القضية الفلسطينية كانت أيضا محورا بارزا في الخطاب الملكي حيث شدد الملك على ضرورة استرجاع الشعب الفلسطيني لجميع حقوقه بما في ذلك دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية فعلا هو استمرار كذلك للدور المحوري الذي تتميز به القضية الفلسطينية لدى جلالة الملك كإحدى الأولويات وكذلك هذه القضية تؤكد بأن المغرب وجلالة الملك في تدبيره القيادي وفي تدبيره كذلك اليقد وبحكمته في تدبير ملف القضية الفلسطينية ومعها بيت مال القدس هو إشارة واضحة إلى أن المغرب يسعى إلى تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني أولا في دولته وهذه الدولة بداخل تراب سنة 1967 وبعاصمتها وهي القدس الشرقية وبالتالي هي قيم التضامن قيم الالتزام وكذلك قيم الدفاع عن الحقوق العربية والحقوق الفلسطينية الأستاذ محمد بن حمو رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات القيمة وشكرا لحضورك معنا اليوم